سهلا بكم مشاهدينا في عدد جديد من برنامج النهار تريندينج كما عودناكم اخترنا لكم أبرز ما تداوله رواد مواقع تواصل الاجتماعي بمنصات الفيسبوك اليوتيوب الانستغرام وحتى تويتر البداية مشاهدينا نستهلها بالهاشتاغ الأول نشر رائد الفضاء الروسي أوليغ نوفيتسكي على حسابه الرسمي بتويتر صورة التقطها من الفضاء لمدينة الجزائر العاصمة والتي تظهر ليلها المشعب أنواره وكتب أوليغ على حسابه مدينة بيضاء جميلة على البحر الأزرق واصفا إياها بمدينة السلالم كونها تقع على تلل أين كتب مدينة بيضاء جميلة على البحر الأزرق نطير فوق العاصمة وأكبر مدينة في دولة الجزائر إنها مدينة السلالم حيث تقع في تلل ويوجد العديد من السلالم الصغيرة والكبيرة في كل مكان طبعا مشاهدين هذه الصورة لقت أعجابا كبيرا من قبل رواد مواقع تواصل الاجتماعي وجاءت التعليقات كالتالي من جسم تقول ما شاء الله عروس البحر المتوسط وفي تعليق آخر من نور تقول الجزائر أجمل بلد في العالم نحبك يا بلادي وفي تعليق أخير مشاهدينا ذي أند يقول روعة منظر رائع وجميل إذن مشاهدينا ننتقل وإياكم إلى الهاشتاغ الثاني ومع وصول المنتخب الجزائري يوم أمس إلى العاصمة التونسية طبعا لمواجهة منتخب نصور قرطاج حضية النجم الدولي الجزائري رياض محرز باستقبال حار من طرف الجماهير التونسية طبعا مشاهدينا صاحب القدم اليسر كر ما أقول عفوا من قبل مجموعة من التونسيين وبالأخص المعروف المشجعة التونسية المعروف برد الفيل أين منح له قميص من النادي الإفريقي يحمل رقم 26 واسمه رياض محرز طبعا مشاهدينا دعونا نتابع معا هذا الفيديو طبعا مشاهدينا رواد مواقع التواصل الاجتماعي كان لهم ما يعلقون وجاء في التعليق الأول من سامي يقول مبادرة جميلة جدا كرة القدم ليست مجرد لعبة فقط تحياتي ريد الفيل وفي تعليق آخر من آدم يقول مشاهدينا شكرا ريد الفيل ولن ننسى تشجيعك للجزائر في مونديال البرازيل تونس والجزائر خاوة خاوة وفي تعليق آخر من مختار يقول نبادلك نفس الشعور نكون لك كل الاحترام والتقدير أيها المناصر الوفي كنت دائما السند القوي للفريق الوطني الجزائري تحياتي لك وللشعب التونسي الشقيق وفي تعليق آخر مشاهدينا من حسين يقول مشكور خياري دا وبرك الله فيكم جميعا تونس والجزائر خاوة خاوة وفي آخر طبعا المشاهدينا كانت هذه أبرز التعليقات ننتقل وإياكم إلى صورة لنشرها الممثل الصالح غروت على حسابه الرسمي بعد تلقيه الجرع الأولى من العلاج الكيميوي بمستشفى باريس أين كتب على صفحته الرسمية العلاج بالكيميوي متعب أحبتي ويسبب حالة من الضعف للجسم الحمد عود رويدة رويدة بعد الجرع الأولى والحمد لله على ما أعطى والحمد لله على ما أخذ جمعة مباركة أحبتي طبعا مشاهدينا صالح غروت نشر صورته وأرفقها بهذا المنشور ليطمئن جمهوره على صحته إذن وصلنا وإياكم مشاهدينا إلى ختام عدد اليوم من برنامج النهار تريندينج شكرا لكم